كثيرة هي التحديات التي واجهت المؤتمر الشعبي العام لكنه استطاع تجاوزها بلياقة فبعد عامين من الأزمة السياسية عاد الحزب إلى حضيرة الجماهير ليلعب دورا محوريا في إخراج البلد من تفاصيلها متجاوزا تحديات المرحلة منذ نشوئه في مطلع عقد الثمانينيات سجل المؤتمر حضورا قويا على الساحة الوطنية صنع التحولات الهمة في الحياة السياسية اليمنية واستطاع أن يبني وجوده القوي من خلال الحركة المتجددة التي اتسمى بها وأكسبته مقدرة التعاطي المرن مع المستجدات كافة التحامه بالواقع والعيش في قلب تفاصيله زاده ثراء في الخبرة والتجربة وعمقا في الوعي والممارسة الآن وبعد ثلاثة عقود مرت على ولادته عزز حزب المؤتمر الشعبي رصيده النضال بنقطة إضافية ناصعة البيض تمثلت في لعب دورا محوريا للحفاظ على ما تبقى من ملامح دولة كادت تلفظ أنفاسها الأخيرة في خضم الأزمة السياسية خلال العامين الماضيين ورغم شعارات الاجتفاث والاستئصال التي رفعها ضده طرف يحاول التوفيق التعسوف بين القبول مقرها بالتعددية السياسية وإلغاء الآخر المختلف بمنطق فاشي بحت ورغم محاولات جره إلى مربع السدام المسلح تمسك المؤتمر الشعبي العام بخيار الحل السياسي للأزمة بما يحول دون سقوط الدولة في ماراتون الفوضى ويجنب اليمن خطر الانزلاق في أوتون العنف وحين أعلنت دول الخليج مبادرتها لم يتردد المؤتمر في المصادقة عليها منذ اللحظات التالية للتوقيع على خارطة طريق حل الأزمة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض بدى لوهلة أن العزلة بدأت الدوران بسرعة ولن تتوقف لكن سرعان ما بدأت الأخبار السيئة تدور معها ذلك أن سدنة التغيير تعامل مع التسوية السياسية باعتبارها أداة لتصفية الخصوم وليس اتفاقا شاملا جوهره التوافق وبعكس توقعات من كانوا يراهلون على خطة إعادة هيكلة القوات المسلحة لوضع المؤتمر الشعبي العام في موقف المعرق للمرحلة الاقتقالية وقرارة الرئيس هادي فقد شكلت القرارات بهذا الخصوص بداية عراقيلة وتمردات من الطرف الآخر كما اصطدمت باعتراض واشتراطات قيادات عسكرية من تنظيم الإصلاح ما شكل عائقا أمام تنفيذ بعضها حتى اللحظة في وقت تلقاها المؤتمر بترحاب أحدث إرباكا كبيرا لترتيبات خصومه ورغم أن غالبية القرارات الصادرة بشقيها المدني والعسكري هدفت إلى إزاحة المحسوبين على المؤتمر والرئيس السابق من مواقعهم القيادية العامة وجاءت كاشفة تأثير الطرف الآخر على مصدر صنع القرار السياسي إلا أن المؤتمر تمكن من خلال هذا الواقع من وضع اليمنيين وجها لوجه أمام الطبيعة المختلة الناقصة للتغيير الذي فرضته الاتفاقية الخليجية في اليمن قطعا لم يظهر المؤتمر الشعبي العام على المشهد كما ظهر المعسكر الآخر بمواقف رافضة لقرارات رئيس الجمهورية ومعرقلة للتحول السياسي والعملية الانتقالية الممبثقة عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة رغم أن مجمل مراسم التعيينات الرئاسية التي صدرت وتصدر تدور في فلك التحالف التقليدي الحاكم وتصب في خانة القوى المعطلة وثيما اتجهت بعض الأطراف المحلية للعب على عامل الوقت وتحريك أدواتها في مؤتمر الحوار وخارجه لتبني مواقف من شأنها توفير غطاء لعدم رغبتها في إنفاذ مهمات المرحلة الانتقالية وفق الجدول الزمنية يتمسك المؤتمر بتنفيذ كل الاستحقاقات المنصوص عليها في الموعد وصولا إلى إجراء الانتخابات العامة في فبراير المقبل باعتبار ذلك جوهر التسوية السياسية ونهجا دموقراطيا وحدا لتداول السلطة سياف الغرباني اليمن اليوم